مدينة الغيظة تتعرض لحصار غير معلن من جانب القوات السعودية والميليشيات الموالية لها جراء استحداث نقاط تفتيش في محيط المدينة بواسطة ميليشيات موالية للقوات السعودية تحولت عاصمة المهرة إلى ثكنة عسكرية ومعتقل كبير تديره القوات السعودية في محاولة على ما يبدو لكسر إرادة أبناء المحافظة والحيلولة دون استمرار النشاط الأهلية السلمية الرافض للوجود العسكرية السعودي في هذه المحافظة حصار الغيظة استبقته القوات السعودية والميليشيات الموالية لها بقيادة محافظة المهرة راجح باكريت بالدعاءات أفادت بتعرض ما تسمى القوات المشتركة في منفظ صرفيت إلى هجوم من قبل مسلحين تابعين للشيخ علي سالم الحريزي ووزير الدولة محمد عبدالله كدة ادعاءات حملت الشيخ الحريزي إلى التعبير مجددا عن الموقف الصلب لأبناء المهرة تجاه ما أسمى الاحتلال السعودي منهم أولاد تحت وامر المحتل السعودي أن يدركوا أنهم يواجهون نحن أخوتهم ونحن أخوانهم عليهم أن يسحبوا من هذه الوحدات العسكرية أين مكانك وأن لا ينفذوا تجهات القيادة السعودية كما نطالب القيادات العسكري والأمنية أن يقفوا موقعهم شرف ولنفذوا أي تجهات للقايد السعودي الذي هو الآن بصدد احتلال المنافذ لم تنتظر القوات السعودية كثيرا فقد باشرت في الإشراف على استحداث نقطة تفتيش ميليشيوية في منطقة الوديان في العبر شرق مديرية الغيظة وقامت باعتراض سيارات المواطنين والوجهاء القادمين إلى مدنة الغيظة واحتجزت سيارة تابعة للشيخ عبود هبوط قمصيت وترافق هذا الإجراء مع ممارسات استفزازية أدت لاندلاع اشتباكات مسلحة بين المواطنين وهذه الميليشيات في المنطقة ذاتها التي شهدت انتشارا كثيفا للدبابات المدرعات السعودية وفي ظل تطورات خطيرة كهذه تداعى وجهاء وأعيان منطقة العبري إلى اجتماع بمدينة الغيظة ناقشوا خلاله هذه التطورات وبالأخص الانتشار الكثيف للدبابات المدافع السعودية في الأحياء السكنية لمنطقة العبري اجتماع وجهاء العبري شدد في بيان الله على سلمية أهالي العبري واحتكامهم للنظام والقانون ورفضهم للعنف والإرهاب الذي تقوم به الميليشيات التابعة للقوات السعودية وأكدوا رفضهم القاطع للتوجد العسكري ودعوا السعودية إلى سحب قواتها ودباباتها من المنطقة وتجنب أهالي منطقة العبري الحرب والدمار وحذروا من أنه في حال عدم التجاوب مع متطلبات الأهالي فإنما يحصل تتحمل نتائجه السعودية ومن معها الذين حولوا العبري إلى ساحة قتال مفتوحة وأوضح البيان أن وجهاء وأعيان العبري شكلوا لجنة أهلية لتوثيق التمركز العسكري بالصور والفيديوهات للتواصل مع المنظمات الأممية لوضعها في الصورة وشكلوا غرفة عمليات تراقب وتقيم الوضع في هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر